لا إله إلا الله ومن يحبه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوى الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس كفوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذين ساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسمح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد تاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وقير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فإن الله عز وجل سمى نفسه الرزاق أي أنه سبحانه وتعالى كثير الرزق سبحانه فقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بل هو سبحانه وتعالى سمى نفسه خير الرازلين وإن الله لهو خير الرازقين وكيف لا يكون خير الرازقين وهو الذي يرسل الملكة بعد مضي أربعة أشهر وبضعة أيام إلى رحم المرأة فيلتخ في الجنين الروح ويقمر بكتابة أربع يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أمسعه فالرزق مقدر معلوم والإنسان في بطن أمه لم يكتمل بناءه أو تشكيله فلا يزيد رزقه عند خروجه على ما كتب ولا ينقص عن ذلك روية عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم خذوا ما حل ودعوا ما حرم dear brothers in Islam الله سبحانه وتعالى called himself the best of providers الله سبحانه وتعالى said truly Allah is the best of providers the proof of that is that when a fetus reaches four months in his mother womb Allah سبحانه وتعالى sends down the angels with the soul of this fetus and the command to write his provision and his time of death and his deeds and his happiness and sadness in the year after or sadness in the year after the prophet صلى الله عليه وسلم said Jibreel has told me that no soul will die until he consumes all its provision so fear Allah and be reasonable and moderate in seeking provisions and let not delay of provisions lead you to attain them by disobeying Allah سبحانه وتعالى for whatever Allah has from halal provisions will not be attained except with his obedience نعم لن تموت نفس حتى تستتمل رزقها وأجلها فلماذا إذن يسرق السارق ويرتش الراشق ويختلس المختلس ويراب المراب ويتقاض الفائدة طالما أن رزقه آتيه لا محالة إنه لو استقرت هذه الحقيقة في ذهله وقلبه لما وما تجرأ على محارنه فالله عز وجل هو الضامن ضمنا حتى للبهيمة العاجزة الضعيفة قوتها قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم Indeed no one will die until he consumes his provisions and completes the days of his life so why should a thief steal why should a person take a bribe why should a person cheat why should he take interest when his provisions are assured in coming to him if this reality and fact was in his heart he would have not disobey الله سبحانه و تعالى nor would he dare to transgress and fall into prohibitions Allah has even assured animals the weak and powerless to provide for them Allah said how many moving creatures they do not carry their provisions Allah provides for them and for you فلا يغتر جلد قضي أنه مرزوق بقوته ولا يتصور عاجز أنه ممنوع من رزقه لعجزه وعندها يخاطبنا الله في محكم آياته وعندما يخاطبنا الله سبحانه و تعالى في محكم التنزيل بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين how many of the birds and different animals on earth eat whatever provisions they have and do not save even for tomorrow الله سبحانه و تعالى provides them and provides you in this verse الله سبحانه و تعالى makes it equal those who are greedy and those who rely on him regarding their sustenance one who desires more and more and one who is content the strong and the weak therefore let not the strong be deceived in thinking that his provision comes due to his power to his strength and let not the weak the powerless the powerless one think that due of his weakness and his inability that he will not be provided for Allah سبحانه و تعالى said and there is no creature on earth but that upon Allah its provision فإن فإنه يضمن للخليقة جمعا رزقها فضلا منه سبحانه و تعالى لا وجوبا عليه ووعدا منه حقا فهو لم يخلق الخلق ليضيعهم ولربما يخيل للبعض أنه بعلمه وقوته وفطنته وحيلته يتحصل على الرزق وليس الأمر كذلك فلذلك أضاف سبحانه و تعالى الرزق لنفسه سبحانه إذ يقول كُلوا واشربوا من رزق الله ولا دعوا في الأرض المفسدين الرزق رزق الله ليس رزقك here Allah granted guarantees for all his creatures provisions as a favor from him not as something that he must do a true fulfilled promise for he did not create his creature to starve to starve them perhaps some may think that due of their knowledge strength and intelligence they will get provision but it's not like that Allah declares this himself by adding provision to him when he said eat and drink from the provisions of Allah وَلِتُوقِظَ هَذِهِ الْغَفْلَةِ فَيَقُونُ اللَّهُ تَعَالَى وَبِالسَّمَاءِ رِسْقُكُمْ وَمَا تُعَلُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَلْتِقُونَ So if the human being gets his provision through a certain income, then let him know that Allah subhanahu wa ta'ala was the one who provides him with those earnings and the provision are from Allah subhanahu wa ta'ala. Some people are heedless in certain times and would look only at the worldly means that resulted in them obtaining their provisions. However, things should be put in the right perspective to awaken them from their heedlessness. Allah subhanahu wa ta'ala said, your provision is in heaven and what you are promised by the Lord of the heaven and the earth. This is truth just as the fact that you speak عند إذن يتعلق القلب بالله أولاً وآثراً لا بالسبب الأرضي الحقيق ومن يهتم بالرزق اهتماماً يجاوز الحد المشروع فَإِنَّنَا نُقَدِّمُ لَهُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فيه يقول إِنَّ الْرِزْقَ لَا يَطْلُوبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُكُ الْرِزْقُ يَطْلُبُكَ كَمَا يَطْلُبُكَ الْأَجَلُكُ سَيَأْتِيكَ رِزْقُ كَلَامًا حَلًا therefore the heart should be attached only to Allah subhanahu wa ta'ala from the beginning through to the end and it should not be attached to means and reasons whoever spends more time and energy than needed in seeking provisions should be reminded of the saying of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam like death, provisions always catch up with the slave of Allah subhanahu wa ta'ala فاهتمام الزائد بشأن الرزق فيه شغل للقلوب عن علام الغيوب وعن قيام بحق المعبود سبحانه وتعالى وقد قال بعضهم لآخر اجتهادك فيما غمن لك وتقصيرك فيما طُلِبَ منك دليل على انطماس بصيرتك دليل على انطماس بصيرتك ويقول لرجل من أين تأكل فَقَالَ الَّذِي خَلَقَ الرَّحَىٰ يَأْتِيهَا بِالطَّحِينِ وَالَّذِي شَدَقَ الْأَشْدَاقَ هُوَ خَالَقُ الْأَرْزَاقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ if the heart is only worried with attaining provision it will become distracted and it will neglect the rights of Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ one of the scholars said when you exert extra effort in things that were guaranteed to you and have shortcomings in things that you are asked to do indeed it is a clear sign that you have neither sight nor vision إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَيْقَنَ أَنَّ الرِّزْقَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّهُ آتِيهِ لَا مَحَالَةِ تَفَرَّقَ لِأَدَاءِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا خَلَقَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَهِيَ الْعِبَادَةُ بِمَفْهُومِهَ الشَّامِلِ وعند ذلك يمكنه أن يقول الحق ولا يخشى بالله لو مثلاء فلا يخشى فصلا من عمل أو ضردا من وظيفة أو حرمانا من تجارة فرزقه آتيه لا محالة وهو عندنا يبذل سببا للحصول على الرزق يبذله وهو عزيز النفس رافع الرأس ليس لأحد عليه منا بل المنة والفضل لله جميعا when the slave of Allah is sure that his provision are in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala and it's definitely coming to him then he will devote himself to fulfill the mission of which Allah has created him to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone only then will he fear nothing and no one but Allah subhanahu wa ta'ala he will not be afraid of being fired from his job nor will be afraid of losing his business or his provision because his provision is granted by Allah subhanahu wa ta'ala when he applies an effort to attain provisions he will apply it with dignity and honor raising his head for no one has done him a favor because Allah for him is all the favor and bounties comes only from Allah subhanahu wa ta'ala وهناك حقيقة أخرى يجب أن تعلمها هو أن الله subhanahu wa ta'ala عندما قسم الأرزاق جعل بينها تفاوتك إن ربك يبصد الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان لعباده خبيرا بصيرا ولو آت الله subhanahu wa ta'ala الخلق فوق حاجة فيهم من الرزق لحمله ذلك على البغي والطغياء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبيرا بصير subhanahu wa ta'ala another reality and fact that we must know is that when Allah divided provision he made it of different levels Allah subhanahu wa ta'ala said indeed your Lord extends provision for whom he woes and restricts it from whom he woes subhanahu wa ta'ala if Allah were to give his slaves more than they need in provision then they will transgress and oppress others Allah subhanahu wa ta'ala said and if Allah has greatly extended provision for his slaves they would have committed oppression throughout the land but he sends it down in an amount which he woes subhanahu wa ta'ala سبحانه wa ta'ala يرزق عباده بما يعلم أن فيه مصلحتهم وما فيه صلاحهم فيغني الغني لأن فيه مصلحته وقد يفقر إنسانا لأن فيه هذا مصلحته سبحانه wa ta'ala أعلم بحال القلوب هناك فرق أيضا بين البركة للرزق وكثرة الرزق وكم من الناس من هو كثير رزقه لكن رزقه لا بركة فيه وكم من الناس من هو ينظر إليه بعين أنه فقير ولكن الله بارك له في رزقه وجعل البركة فيه فهو دائم الرضا راض بما قسم الله سبحانه wa ta'ala فالإنسان يحرص على أن يبارك الله سبحانه wa ta'ala له في رزقه ولو كان قليلا فلو تحصل على البركة من عب الله لكان تارك كافيا لهم كافيا لهم الله سبحانه wa ta'ala provides his slaves to the extent that is their benefits so he makes rich one who should be rich because this is what fix him in his life and some people will become poor because this is what الله سبحانه wa ta'ala knows that him being poor is the best option for him in this dunya some people think that it's better for him to have a lot a lot of rizq but in reality a small amount of rizq which is blessed by Allah subhanahu wa ta'ala have the barakah the blissage of Allah subhanahu wa ta'ala in it it's way better in the sight of Allah and for the slave I ask Allah subhanahu wa ta'ala to teach us all I ask Allah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وناه وبعد من الأشياء التي تجلب البركة في الرزق الاستخفار والتوبة إلى الله عز وجل قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يُرسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيُنْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَلِينًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا from the things that brings barakah into the provision, blessing into the provision is seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and doing a lot of repentance, tawbah, from the sins brings barakah Allah subhanahu wa ta'ala said seek forgiveness from you Lord, verily he is of forgiving he will send rain to you in abundance and give you increase in wealth and children and bestow upon you gardens and bestow upon you rivers ومن أسباب البركة أيضا في الرزق التي يجب على الإنسان الحرص عليها أن يتق الله عز وجل في السر والعالم تقوى الله في السر والعالم والخوف منه وامتثال أمره واجتناب نهيه والبعد عن المعاصي قال الله جعال وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْهِ لَا يَحْتَسِدْ Fearing Allah subhanahu wa ta'ala and obeying his commands is another way of attaining barakah Allah subhanahu wa ta'ala said and whosoever fears Allah and keeps his beauty to him he will make a way for him to get out of every difficulty and he will provide him from sources he never could imagine وَأَيْضَا مِنَ الْأَسْلَابِ الَّتِي تُبَارِكُ بِالْرِزْقِ وَتُكَثِّرُهُ صِلَةُ الرَّحْمَةِ قال صلى الله عليه وسلم مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَقَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأْ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصَ الرَّحْمَةِ فَلْيَصَلْ رَحِمَةِ Keeping good relation with your relatives is another way the Prophet صلى الله عليه وسلم said he who wants to prolong his life and increase his provision then let him keep his relationship with his relatives ومن أسباب فتح أبواب الرزق الإنفاق في سبيل الله فمتى ما أنفقت من مالك يا عبد الله كان ذلك سببا لكثرته قال الله تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مَا مِن يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا أَعْطِي مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآهَرَ أَعْطِي مُنْفِقًا خَلَفًا Also from the ways in which we can gain barakah in our risk through giving in for charity The Prophet صلى الله عليه وسلم said Every day two angels descends down and one of them will say O Allah give more to the one who spends and the other will say O Allah send destruction upon the one who withholds وَكَذَلِكَ الْعِنَايَةُ لِالْضُعَفَاءِ وَالْمُحْتَاجِينَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْبَرَكَةِ فِي الرِّزْقِ قال صلى الله عليه وسلم هَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ Also helping, needy and the poor It is a way to bring provision from Allah سبحانه وتعالى ومن الأسباب التي تبارك في الرزق أيضا التعبد الحق لله عز وجل وذلك أن تتعبد لله بقلب فارغ عما سواه سبحانه وتعالى لا تعبد ربك وأنت تفكر في غيره قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يَبْنَ آدَمْ تَفَرَّضْ لِعِبَادَتِي أَمْ لَأُصَدْرَكَ غِنًا وَأَسُدَّ فَقْرَكِ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكِ والتفرغ المطلوب أيها الأحبة لا يحني ترك كسب الرزق فيصير العبد عالة على غيره بل ذلك أن يفرغ العبد قلبه وقت العبادة لله عز وجل وفيما سوى ذلك تطلب الرزق بأسبابه الحلال أسأل الله عز وجل أن نعيننا وإياكم على طلب الرزق بالحلال also when you worship make sure that your heart is concentrating with Allah subhanahu wa ta'ala it was narrated in the hadith in the divine hadith that Allah subhanahu wa ta'ala says O son of Adam devote yourself to my worship I will fill your chest with riches and remove your poverty and if you do not do so then I will fill your hands with problems and your poverty will remain وَمِنْهَا أَيْمًا الْاِسْتِغْفَارُ وَالْتَّوْبَةُ وَطَاعَكُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مَنَّذِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّنْ فَرَجَةً وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَهْرَجَةً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ if anyone contest the Prophet ﷺ said if anyone constantly seeks pardon forgiveness from Allah Allah will appoint for him a way out of every distress and a relief from every anxiety and will provide sustenance for him from where he expects not وَمِنْ هَا كَذَلِكُ صِدْقُ الْيَقِّينِ وَالْتَّوَقُّلْ عَلَى اللَّهِ معبد للأستاب قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْضُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا نَسْأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ لَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يَكُونُ رِزْقَهُمْ حَلَالٍ وَأَنْ يُبَارِكَ لَنَا فِي رِزْقِنَا reliance on Allah while working hard as the messenger of Allah ﷺ said if you would rely on Allah truly then He would provide you as He provides birds they leave in the morning with empty stomachs and come back in the evening with full stomachs I ask Allah ﷺ to make us among those who seek halal in their provision and to make us among those who Allah ﷻ bestowed بركة and put بركة in their provision اللهم أَمِنْ أَقُلُ مَا تِسْمَعُونَ وَأَقْتِمِ الصَّلَاةِ